السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة نواصل الفيديوهات حول ماذا يحدث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبعد أن تكلمنا عن المحور النفسي الذي يمثل الجانب الفكري الذي يقوم على الحرية الفردية وتقديس الفرد الذي هو أساس المجتمع نعلم أن هذا التحول الكبير الذي وقع للإنسانية من فكرة الأمة إلى فكرة الفرد من فكرة التجمعات إلى فكرة أهمية الإنسان كإنسان إذن الغرب فهم هذه الحقيقة العالمية الإنسانية وليس خاصة بالغرب فقط وإنما هو تطور إنساني طبيعي وعندما فهم هذه الحقيقة استطاع أن يعطي للفرد حريته واهتم بالفرد لأن الفرد هو أساس المجتمع هذه النقطة جدا مهمة لا يمكن لا اليوم ولا في المستقبل أن يتقدم أي شعب بدون أن يعطي أهمية للفرد وإن منع الحريات والتعتيم وكل الأسليب التي تستعمل لكي الفكرة لا تصل هي لم تعد تجدي اليوم وخاصة ما نراه الآن في الدول المتاعنا من التعتيم الإعلامي والتعتيم حتى في الأسرة وفي المجتمع ولهذا الحرية الفكرية هي النقطة الأساسية الذي يجب أن ننطلق منها لكي تتحرر شعوبنا هذه من أهم النقطة التي يجب أخذها بعين الاعتبار واليوم مع أنترنت يمكن لنا أن نتخطى كل أنواع المنع التي تمارس في المجتمع أو في وسائل الإعلام الرسمية وأن تفتح أكثر قنوات تنويرية وأن يكون حوارات بين كل المتنورين الذين يطرحون فكر جديد للمجتمعات إمتاعنا إذن كسر قيود المنع هي واجب على كل إنسان متنور ويريد شعوبنا أن تتقدم أعطوا الحرية أعطوا الكلمة إلى أي إنسان لكي يتكلم لأن مهما كانت الأفكار أكيد هناك من هو يميل إليها ويمكن أن تخرجه من العزلة الذي هو فيها والحوارات بين المتنورين وتقديم البديل هي أهم نقطة لكي يمكن أن نقول أن وضعنا أنفسنا على طريق التغيير الفكر الشمولي والفكر الذي ينطلق من فكرة أنا عندي الحق وأنا على حق والباقي على باطل هذه فكرة أكل عليها الدهر وشرب لأن كل إنسان عنده في أفكار ما هو جيد للبعض وما هو غير جيد للبعض الآخر إذن التنوع والاختلاف هو أساس التقدم وهذا التنوع هو الذي سوف يدفعنا نحو التقدم والتحرر وتنوع الأفكار هذا نلاحظه جليا في الغرب وكما قلت هو ليس إنتاج غربي وإنما ضرورة إنسانية لتحول الإنسان من فكرة المجتمعات الشمولية المغلقة فكريا إلى المجتمعات المتنوعة فكريا حيث كل إنسان يجد ما يبحث عليه والآن في هذه الفيديو سوف نتكلم عن بقية المحاور وسوف نبدأ بالمحور الثاني الذي هو أيضا يعتبر جدا مهم وهو المحور الاجتماعي وهو الذي يمثل التكتل البشري أو المجموعات البشرية التي تجمعهم أشياء مشتركة أو هوية مشتركة وهناك سؤال يطرح على أي أساس يتم تقسيم المجتمعات البشرية هل على أساس المعتقد أم على أساس الهوية ما هو أقوى العصبية أو الرابط الديني أم رابط الهوية والتقاليد هنا أريد أن أذكر أن فكرة الفردية وإعطاء أهمية للفكر والحرية الفكرية والتعبير وطريق الشك الذي اتبعه الغرب في عصر النهضة كان بعد أن اطلع على الدراسات الفلسفية اليونانية والرومانية ولكتابات ابن رشد الذي قال قولته الشهيرة الشك طريق اليقين وتركيزه على استعمال العقل على النقل وإخضاع النقل للعقل والمنطق هي الذي أيقظت أوروبا من وهم المسيحية وأخرجتها من عصر الظلمات وكذلك دراستهم لكتاب ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع جعلهم يفهمون المحور الاجتماعي ويفهمون مجتمعاتهم جيدا إذن هنا الحضارة الغربية هي مكيدات طبيعي للحضارات الأخرى وهي تواصل إنساني طبيعي وهو ملك لكل البشر ولا يمكن أن نقول إنه ملك الغرب أو ملك أي شعب آخر صحيح أن هناك خصوصيات لكل شعب وخصوصيات خاصة بالشعوب الأوروبية بينما هناك أمور عالمية وهذا يجب أن نفعله أن نهتم بالخصوصية لكل شعب لأن التقليد الأعمى عمره ما كان حل بل اتباع القواعد العامة الإنسانية الأساسية دون فقدان خصوصيتنا كشعوب شمال إفريقية وشرق أوسطية وهذا هو المطلوب ولكن مع الأسف أكثر مثقتين الذين يدعون التنوير يريدون اتباع الغرب وأوروبا بالحرب وهذا غير ممكن لأنه سوف يؤدي إلى فسخنا كليا وانتهائنا كليا إذن ماذا قال ابن خلدون في العصبية الذي أبدع في دراساتها وفصلها تفصيل يقول ابن خلدون إن العصبية طبيعة بشرية مثل التعصب للعائلة أو الميل للعائلة وللأقارب وللقبيلة وللعرق وللهوية ولا أريد أن أدخل في تفاصيل ما قال ابن خلدون في هذا الموضوع ولكن يمكن أن تتطلعون إلى الباب الذي خصصه ابن خلدون حول هذا الموضوع في كتبه ولكن أهم ما قال ابن خلدون إن الدين لا يقوم إلا على عصبية وإن الدين الإسلامي قام على العصبية العربية وهذا القول أكده قبله عمر بن الخطاب حين قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فنبتغينا العزة بغيره أذلنا الله طبعا عمر كان يعلم جيدا ذلك وقوله هذه الجملة ليس صدفة بل يدل على أن الإسلام قام على قواعد القومية العربية أو الطبيعة العربية أي الإسلام من طبيعة عربية وعادات عربية وتقاليد عربية كالشعب تحولت إلى دين وعقيدة وابن خلدون فهم هذه وعرفها لهذا قال لا دعوة دينية تقوم بدون عصبية وقومية إذن الإسلام قام على القومية العربية ولهذا المسلمون كانوا يسعون إلى تعريب الشعوب المفتوحة لكي يثبتوا الإسلام لأن بدون التعريب الكامل للشعوب المستعمرة لا يمكن أن يكون الإسلام قوي إلا في المناطق التي تكون العروبة فيها قوية ولو نعود إلى بقية الديانات الإبراهيمية نجد مثلا أن الديانة اليهودية قامت على القومية العبرية ولكن خاصية الديانة الإبراهيمية أنها لا تريد التبشير ولا تريد الآخرين أن يدخلون إلى دينها وإنما تجعل نفسها هي شعب الله المختار وهي التي تحكم على الجميع هذا هو الفرق وهذه القاعدة تم تكسيرها من طرف المسيحية عندما تبنتها روما أوروبا أوروبا عندما تبنت المسيحية أعادت بناء المسيحية على أسس العادات والتقاليد الأوروبية فحولت كثير من الأعياد والعادات التي كانت موجودة في أوروبا وأدخلتها في المسيحية فأصبحت المسيحية هي ديانة أوروبية بامتياز رغم أن هناك مسيح خارج أوروبا ولكن يعود الولا دائما إلى أوروبا التي تبنت المسيحية عن طريق روما ثم بيزنطا إذن قوة الديانة المسيحية هي بالعصبية الأوروبية أو العصبية الغربية بينما قوة الدين الإسلامي هي بالعصبية العربية ويعتبر اليوم قلب العالم الإسلامي هي المنطقة المعربة من العالم الإسلامي هي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإسلام قد اتبع المسيحية في هذه الفكرة حيث أن المسيحية والإسلام بنيت على أساس أن تقضي على الشعوب والأقوام وتحول هذه الشعوب والأقوام إلى الهوية المسيحية أو الإسلام بحيث أن أوروبا تحولت من قومية أوروبية إلى هوية وقومية مسيحية والعرب تحولت من قومية عربية إلى قومية إسلامية وباسم المسيحية يتم تغريب الشعوب وباسم الإسلام يتم تعريب الشعوب لقد رأينا روما بعد أن تبنت المسيحية وبيزنطا كانت تستعمر باسم المسيحية منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتجعلهم تابعين لها سياسيا ودينيا وكان مركز القرار في أوروبا فعندما جاء الإسلام من الجزيرة العربية غير كل المعطيات وتم أسلمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترد التواجد المسيحي في تلك المنطقة وترد السلطة السياسية الرومانية والبيزنطية وهكذا أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت سيطرة الإسلام في الظاهر ولكن التعريب هو الأساس الذي وقع في هذه المنطقة إذن هذه فكرة عامة على الديانة المسيحية التي هي عادات وتقاليد أوروبية وباسمها يتم تغريب الشعوب والديانة الإسلامية التي هي بدورها عادات وتقاليد عربية وباسمها يتم تعريب الشعوب والقضاء على الشعوب الأخرى والحضارات والعادات فلا فرق بين المسيحية والإسلام في هذا الأمر هو استعمار حقيقي تحت غطاء ديني إذن هنا نعود إلى أوروبا في عصر النهضة وكيف تم تقسيم أوروبا من بعد تقسيم ما يسمى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الناحية الاجتماعية نحن نعرف كما قلنا أن الدين المسيحي والدين الإسلامي عنده خلفية قومية أو ما يسمى عادات وتقاليد وهوية هذا الذي يجب أن نعرفه إذن هنا في هذه المرحلة يعتبر الدين المسيحي عنده قوة كبيرة جدا مثل الدين الإسلامي في التأثير على المجتمع وتركيبة المجتمع الطبقة التنويرية والمثقفة الأوروبية عرفت وفهمت أن فكرة الإمبراطورية هي فكرة غير جيدة ولهذا أرادت أن تقسم أوروبا إلى عدة دول ولكن أوروبا لم تكن مستعدة في ذلك الوقت أن تقسم إلى عدة دول على حسب الثقافات أو على حسب ما يسمى الهوية لأن هناك المذاهب المسيحية التي تتناحر وخاصة الكاتوليك والبروتستان اللي كانوا فيه سراع كبير وفيه حروب كبيرة كما أن سلطة المسيحية أو سلطة الكنيسة المسيحية كانت جدا قوية مع وجود الإنجليز اللي عندهم فكر إمبريالي وفكر استعماري ووجود الفرنسيين مع حملات نابوليون بونابارت والهولنديين والإسبان والبرتغال وغيرهم حيث كل منطقة أرادت أن يكون لها إمبراطورية استعمارية إمبريالية من أجل السيطرة على المناطق الأخرى التي ليس تحت سيطرة ما يسمى الإمبراطورية العثمانية كان من المفروض أن تقسم أوروبا على حسب الهويات أو الشعوب ولكن كما قلت المطامع السياسية والمطامع الاقتصادية منعت دون حدود ذلك مع قوة سلطة الكنيسة في أول عصر النهضة ولهذا تم التقسيم بعد الحروب المسيحية الطويلة إلى تقسيم ديني حيث مثلا نجد بلجيكا اللي هي متكونة من الشعوب الفرنكوفونية والفلامانية يعني هما الكلهم كاتوليك بينما نجد سويسرا نفس الشيء يعني قسموها على حسب تقسيم ديني بينما نجد فرنسا نفس الشيء مقسمة على تقسيم ديني ولكن متكونة من عدة شعوب كما الكاتالون والباسك والبروتون والكورسيك وغيرهم من الشعوب اللي موجودة في فرنسا وكل هذا قام على فكرة تكوين دولة قوية يكون لها امتدات في العالم ويكون لها فكر إمبريالي استعماري مثل إنجليترا اللي مستعمرة جزء من إيرلندا ومثل فرنسا اللي مستعمرة عدة شعوب أخرى وهناك طبعا دول أخرى في أوروبا مستعمرة شعوب أخرى ودخلتها ودمجتها فيما يسمى فكر المركزي للعاصمة مثل مثلا فرنسا حيث إنه فرضت الفرنسية ومحت شعوب الأخرى بالقوة وبالثقافة وباللغة بينما تجد دول أخرى مثل هولندا إنها احترمت الشعوب وكونت نوعا ما فيديرالية تحكمها اللامركزية هذه الدولة التي تأسست في أوروبا على أساس ما يسمى الدولة اليعقوبية أي مقاطعات عدة في دولة معينة تحمل تراث وفقافة مختلفة مع تنوع لغوي محلي تنتمي إلى دولة يعقوبية هي الدولة المركزية دون الشعور بالنقص على أن هناك مركز هو اللي يحكم كل الأقاليم الأخرى هذا هو مفهوم الدولة اليعقوبية التي تقوم عليها فرنسا وتقريبا كل الدول الأوروبية وكانت كما قلت الدولة اليعقوبية قامت على تقسيم دينه ليس على تقسيم شعوب لهذا كانت الشعوب داخل مجموعة دولة معينة ينتمون إلى نفس المذهب سوى الكاتوليك أو البروتستان ورغم كل المحاولات لإذابة الشعوب الأوروبية والتقاليد الخاصة لبعض الشعوب فيما يسمى الدولة اليعقوبية لم تتمكن أوروبا في القضاء على عديد من الشعوب رغم أن هناك شعوب بالفعل تم محوهم كليا ولكن هناك شعوب ما زالت متمسكة بعاداتها وتقاليدها بل مع ضعف الكنيسة وقيام ما يسمى بالدولة العلمانية أصبحت المطالب لهذه الشعوب للاستقلال كدولة مستقلة أمر ضروري مثل مثلا الباسك والكتالون والكورس الذين يريدون أن تكون لهم دولة مستقلة داخل الاتحاد الأوروبي حتى أن المنطقة التي موجودة في بلجيكا وهي الفلمانية تريد أن تكون مع هولندا كدولة واحدة لأنهم ينتمون إلى نفس الشعب وإلى نفس التقاليد وإلى نفس اللغة والعادات رغم قيام الاتحاد الأوروبي والذي رفع الحدود ما زالت أوروبا الآن تتعرض إلى عملية إعادة تقسيم المناطق وإعادة تقسيم الدول أو الأقاليم التي تعطي لكل شعب ولكل هوية خاصية خاصة بها رغم أن هناك حرية وليس هناك كب كبير أو افتهاد للأقليات في أوروبا لكن الشعوب طبعا تريد أن تحكم نفسها بنفسها وحتى إن كانت داخل الاتحاد الأوروبي وتحب تحس بذاتها وبشخصيتها كموجود ومكون للاتحاد الأوروبي ورغم اعتراض السياسة الأوروبية على هذه الانقسامات أو ظهور ما يسمى دويلات داخل الاتحاد الأوروبي تعترف بهويتها وتحكم ذاتها بذاتها إلا أن سوف نشاهد في السنوات القادمة أو حتى في المستقبل استقلال ومطالبة هذه الشعوب للحرية والحكم الذاتي والاستقلالية كليا ضمن الاتحاد الأوروبي لأن هذا هو المسار الطبيعي كل شعب له الحق أن يكون له وجود وأن يكون له تمثيل وأن تكون له عادات وتقاليد وهذا لا يخالف فكرة الاتحاد الأوروبي بل التنوع هو واجب لو كل الاتحاد الأوروبي يذوب في فكرة واحدة وتقاليد واحد فإنه سوف ينتهي كليا ولا يعود هناك التنوع وسوف ينحدر إلى التخلف والانحطاط لأن المستقبل هو للتنوع وقبول الآخر وهذه الفكرة هي التي تقريبا أيدها ابن خلدون على أساس أن الهوية هي أقوى من الدين وأن الدين محتاج إلى هوية لكي يثبت ذاته وتقسيم أوروبا على حسب المذاهب المسيحية كما رأينا هذا انتهى في الأخير بعد ضعف الكنيسة وضعف الدين المسيحي في أوروبا إلى إعادة بروز ما يسمى الهوية وبقوة جدا في أوروبا رغم كل المحاولات لإذابتها تحت ما يسمى نظام الاتحاد الأوروبي والعولمة فإنهم لن يتمكنون أما بالنسبة لدولنا فهي أمرا آخر لا أدري هل التقسيم الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط كانت له نية مبيتة أم كان نتيجة ظروف وعوامل وسراعات بين المستعمرات لكن ما هو أكيد أن التقسيم لم يقم على أساس ديني مثل في أوروبا وهذا نلاحظه جليا في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط دعنا نرى هذا التقسيم كما هو عليه الآن سواء في شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط بغض النظر هل هناك نية أم لا ولكن المشاهد والناظر إلى هذه الدول سوف يلاحظ عديد من الأمور لا يمكن أن تكون مجرد صدفة وإنما من وراها خطة وتفكير لماذا تم تقسيم الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على هذه الطريقة وما هي النية المبيتة من وراء ذلك ما هو أكيد أن من قام بهذا التقسيم هو له معرفة كلية بالمجتمعات الشمال الإفريقية والشرق الأوسط وله معرفة بالتاريخ وله معرفة من أين يمكن أن يأتي الخطر لأوروبا ولهذا لو نظرنا إلى شمال إفريقيا والشرق الأوسط سوف نجد أن أكبر خطر على أوروبا يتمثل في منطقة كردستان والمنطقة ما نطلق عليها الأمازيغية ومنطقة مصر والنوبة والقرن الإفريقي إذن هذه الثلاثة مناطق يجب أن تقسم مهما كان الثمن إلى عدة دول وأن لا تجتمع أبدا دعونا نبدأ بما يسمى مصر والقرن الإفريقي مع النوبة نحن نعرف أن الحضارة الفرعونية قديمة جدا وعندما كانت الحضارة الفرعونية لم تقم لأوروبا قائمة إلى أن ضعفت ما يسمى الحضارة الفرعونية ونحن نعرف أيضا أن الإغريق والرومان ورثوا كثير من المعارف من منطقة ما يسمى مصر والسودان والقرن الإفريقي هذه المنطقة في البحر الأبيض المتوسط جدا مهمة غير أنها غنية جدا بالموارد الطبيعية وخاصة الفلاحة والأرض الخصبة وفوق ذلك لها تاريخ كبير جدا وعريق ومن ناحية أخرى منطقتها جدا استراتيجية حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط وقريبة لأوروبا وقريبة لآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وتمتد على كل إفريقيا من هذه المنطقة خرج الإنسان العاقل وقبله الإنسان الماهر لتعمير كل الأرض رغم أن هذه المنطقة تحتوي على شعوب متعددة وهويات متعددة ولكن فيها ما يسمى المسيح والمسلمين وحتى بعض الديانات الإفريقية التقليدية القديمة كما أن هناك عديد من المذاهب المسيحية وعديد من المذاهب الإسلامية ولكن الطاغي هناك من المذاهب المسيحية هي القبطية والطاغي من المذاهب الإسلامية هم السنة ورغم أن هناك عديد من المذهب السنية في مصر مثل الصوفية والمالكية والشافعية والحنبلية ولكن يمكن أن نقول أن الطاغي هو المذهب الحنفي تقسيم هذه المنطقة إلى عدة دول كان على أساس عرقي أكثر من اللي هو ديني رغم أن نلقى أثيوبيا اللي هو الشعب لوحده واللي لكله مسيحي هي دولة مستقلة بينما السودان هناك ما يسمى المسيح والمسلمين عملوها دولة وحدها الصومال اللي هم أغلبهم مسلمين عملوها دولة وحدها ومصر جعلوها دولة وحدها رغم أن فيها مسيح ومسلمين يعني الأقباط والمسلمين رغم أن فيها شعوب مختلفة ولكن أغلبية الشعب على أساس الهوية المصرية حصروها وحدها والأهوية السودانية حصروها وحدها والهوية الأثيوبية والصومالية حصروها وحدها رغم أن السودان في الأخير عملو لها تقسيم ديني ولكن يمكن أن نقول أن مصر ودول القرن الإفريقي تم تقسيمه على حسب الهوية رغم أن في كل دولة هناك أقليات من شعوب أخرى إذن تقسيم مصر والقرن الإفريقي كان على حساب تقريب الهوية وليس الدين مثل في أوروبا وهذا خلق مشاكل بين الأديان والمذاهب والفهاد للأقليات الدينية وخاصة المسيحية وطبعا أوروبا دائما تتدخل على أساس حماية المسيحيين في هذه المنطقة وأصبح المسيحيين مصمارشحة في هذه المنطقة وانتهى إلى تقسيم السودان إلى دولة مسيحية ودولة مسلمة ويمكن أن يتم تقسيمات أخرى في المستقبل يمكن لمصر أو لمناطق أخرى أما من ناحية الهوية والشعوب وقع اضفهاد كبير خاصة في السودان ومنطقة درفور كما أن الشعوب والهويات في مصر والدول الأخرى تم إهمالها وتغييبها ودمجها في الدولة اليعقوبية المركزية وكل هذا جعل المنطقة في حالة صراع وتخلف منذ الاستقلال المزيف من أوروبا ولم تقم لها قائمة وخاصة محاولة التعريب بالقوة لكل هذه المناطق معدى أثيوبيا لأنها مسيحية وشعبا لوحدة ومع ظهور الحركات الإسلامية وخاصة للإخوان في مصر والسودان زاد الأمر انحطاطا في المنطقة ولم تقم لها قائمة إلى اليوم وهذا تحت مسمع ومرأة من الغرب الذي يشاهد اللعبة ويلعب بالأوراق كما يريد والشعب من تخلف إلى تخلف ومن انحطاط إلى انحطاط وهذا الوضع الذي عليه الآن مصر والقرن الإفريقي حيث لا يجب أن تقوم لهم قائمة مدام الشعب جاهل بما يحدث ويتبع الجهات الدينية أو العرقية وغيرها من الأمور التي بنيت ورسخت لكي تكون سبب الاستراع في المنطقة وهذا سوف نعرفه عندما نتكلم عن هذه المنطقة في المحور السياسي أما المنطقة الثانية التي هي لا تقل أهمية عن مصر والقرن الإفريقي هي شمال إفريقيا فيما يخص منطقة تمزغة هذه المنطقة هي أقرب منطقة لأوروبا وأكثر وحدة يأتي منها الخطر وهذا عبر التاريخ من وقت قرطاج إلى يومنا هذا تعتبر أوروبا شمال إفريقيا هي المنطقة الأكثر خطورة رغم أن هذه المنطقة الآن في الوقت الحاضر أو عند ما يسمى بالاستقلال المزيف هي تقريبا كلها على المذهب السني وعلى المذهب المالكي يعني أغلبية تقريبا 90% يعني عدد المسيح واليهود يعتبر قليل جدا حتى المذهب الإسلامية الأخرى قليلة الآن طبعا أكثر ولكن يعتبر جدا قليل بالنسبة للمذهب السني المالكي وفوق ذلك هي تقريبا شعب واحد كلهم أمازيغ صحيح أن هناك الأمة الأمازيغية التي تتكون من عدة شعوب ولكن من مصر إلى جزر الكناري وإلى عمق الصحراء الشمال الإفريقية هم أمازيغ طبعا أوروبا تعرف التاريخ وخطر قرطاج على روما وهجوم حنبعل على روما من جهة إسبانيا ويعرف التاريخ حول مسألة توحيد نوميديا وخطر نوميديا على أوروبا وطبعا الغزو الإسلامي الذي دخل إسبانيا وهدد أوروبا إلى قرب باريس بواتيه إذن هذه المنطقة لا يمكن أن تكون دولة واحدة رغم أنها عندها دين واحد ومذهب واحد وهوية واحدة إذن يجب تقسيمها وبالفعل تم تقسيمها إلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريطانيا وطبعا خلقوا مشكلة الصحراء من بين المغرب وموريطانيا وتم خلق دولة كبيرة عسكرية تحت سيطرة أوروبا كليا الذي هي الجزائر لكي تمنع أي وحدة لشمال إفريقيا لأن وحدة شمال إفريقيا يعتبره الغرب خطر عليه مباشر إذن هوني هما قسموا منطقة عندها شعب واحد وعندها دين واحد وعندها مذهب واحد إلى خمسة أو ستة دول وجعلوا فيها دولة مركزية قوية مدعومة بالعسكر تحت سيطرة أوروبا وعميلة كليا لأوروبا لكي تمنع أي وحدة لهذه المنطقة وطبعا ترسيخ الملكية في المغرب وخلق لها مشكلة في الجنوب هذه معنى مثلاء واحتلال بعض مناطق المغرب كما سبتا ومليليا من طرف إسبانيا وجعلها تحت الوصاية الأوروبية كما اقتطعوا بعض المناطق من شمال إفريقيا وعطوها لدول إفريقية أخرى كما أن تونس جعلوها تحت وصاية أوروبية كلية وحاولوا معنى تغريبها كليا أو جعلها تابع الغرب كليا سياسيا هذه معنى مثلة واضحة وفوق كل ذلك فرضوا ما يسمى بالعروبة في كل هذه المنطقة الأمازيغية ومحاولة تعريب الأمازيغ بالقوة للقضاء عليهم ونسيانهم في تاريخهم لكي لا يمكن أن يتحدوا أبدا طبعا مع العروبة تم دعم وتأييد في أوروبا المعارضين الإسلاميين اللي يلقاوا الإمكانية لكي يكبروا ويترارعوا وأنهم يعودون إلى شمال إفريقيا ويعملوا مشاكل في شمال إفريقيا وعرفنا شنو أوقع في الجزائر في سنوات الظلام اللي خلات الجزائريين مرعوبين إلى يوم هذا يفضلوا الجيش يحكم فيهم ودولة عميلة موالية للغرب تحكم فيهم خوف من إعادة الفوضى الذي وقعت في سنوات الظلام المنطقة الوحيدة التي تمردت عليهم هي ليبيا بالجماهيرية الليبية تحت رئاسة القذافي فهذه الدولة تمردت عليهم ورغم لي كان لها دور كبير في نشر العروبة في شمال إفريقيا بالأموال والإمكانيات وبدعم قوي إلا أنها في الأخير تمردت عليهم وتوجهت نحو إفريقيا وتخلت على فكرة العروبة وهنا الغرب بدأ يعد لها العدة للقضاء عليها كليا ودعم الإسلاميين لكي يعودون إلى هذه المنطقة ودعم العروبيين لكي يكونون تحت سيطرة أوروبا كليا وهذا ما نشاهده اليوم أن ليبيا مقسمة بين جماعات عروبية تدعمهم الإمارات وجماعات إسلامية تدعمهم جهات أخرى من منطقة الشرق الأوسط وبعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال المزيف الدول متاعنا ماشى وتتخلف وشفته تونس في نوصلت ووصول الإسلاميين للسلطة بدعم غربي والجهل منتشر في جميع مناطق شمال إفريقيا ودخول عدة أطراف في الصراعات سواء في ليبيا والوضع المتوتر في الجزائر والوضع في المغرب والتخلف وغيرها من الأمور إذن شعب جاهل وما يعرش شنو أوقعه في التاريخ ومنقسم على نفسه وحكومات عميلة تلعب به كما تحب أدى إلى الوضع الذي نحن فيه الآن في شمال إفريقيا لكي لا تتحد تمزغ كلها وتصبح دولة منافسة للغرب يجب كل ما هو موجود في شمال إفريقيا يكون مقسم وتحت عمالة غربية سواء العمالة الأوروبية المباشرة أو الأمريكية عن طريق قطر أو عن طريق تركيا أو عن طريق السعودية هذا هو الهدف امتاحهم وطبعاً تكون تكلموا على مسألة التعريب والحركات الإسلامية عندما نتكلموا عن السياسة إذن تمزغة رغم أنها شعب واحد وهوية واحدة ودين واحد ومذهب واحد قسموها إلى أكثر من خمسة دول وهم يريدون هذا الوضع أن يتواصل وجعلوا الجزائر هي المصمار الذي يمنع وحدة شمال إفريقيا أما المنطقة الثالثة التي لا تقل خطورة هي منطقة كردستان طبعاً الغرب لا يمكن أن ينسى صلاح الدين الأيوبي والهجوم على ما يسمى بالصليبيين في منطقة فلسطين وثورة الأكراد الذي أدت إلى خسر المعركة الصليبية لمنطقة الشرق الأوسط إذن كردستان تعتبر جداً مهمة ولهذا يجب أن تقسم إلى عدة دول وهي تعتبر من المظالم الكبيرة الذي تعرضت لها الشعوب وهو الشعب الكردستاني الذي هو رغم أنه شعب واحد ولكن هناك طبعاً الشيعة وهناك السنة وهناك اليزيدية وغيرها هم قسموهم فجعلوا المنطقة الكبرى إلى تركيا التي هي حليف لهم كلياً وجعلوا منطقة في العراق وجعلوا منطقة في إيران ومنطقة في سوريا يعني قسموهم تقريباً إلى أربعة دول وتمت محاولة تعريبهم بالقوة في العراق وسوريا وجعلوهم أتراك في تركيا وجعلوهم فرس في منطقة فارس ولكن رغم ذلك لم يتمكنوا لأن الأكراد حافظوا على لغتهم وعلى هويتهم وهم يسعون اليوم إلى قيام دولة كردستانية كبيرة ولكن طبعاً الغرب لا يريد دولة كردستانية لأن قيام دولة كردستانية في منطقة الشرق الأوسط يعتبرها خطر عليه وعلى المصالح متاعه ولهذا حتى استقلال كردستان العراق وقفت ضدها الغرب ولم يدعمها رغم أنها منطقة من العراق تعرضت إلى كثير من المظالم إذن ذك علاش هو ضد قيام دولة كردية موحدة والمشاكل حتى التوى متواصلة في مسألة الأكراد لكي لا تقوم لهم قائمة أما بقية الدول فتم تقسيمها على حسب الهوية وليس على حسب الدين ولكن في كل دولة جعل العكس مثلاً في لبنان جعل المسيح هم لهم القوة في الرئاسة وجعل مثلاً في سوريا اللي هم أغلبهم سنيين العلويين هم اللي يحكموا وجعل في العراق اللي هم أكثرهم شيعة جعل السنة هم اللي يحكموا طبعاً الآن الوضع تغير قليل في العراق حيث إيران استطاعت أن تفرض الحكم الشيعي في العراق وفي لبنان النجم نقوله أصبحت سلطة الرئيس ضعيفة وقواو الشيعة في لبنان وهذا طبعاً سوف نحكي عليها في السياسة أما منطقة الخليج فقسموها مثلاً البحرين اللي هي أكثرها شيعة جعلوا الملك متاحها سني والسعودية جعلوا فيها نسبة لا بأس بها من الشيعة والكويت والإمارات فما نسبة أقل من الشيعة وسلطان طعمان النجم نقوله هي نوعاً ما يعني مستقلة نوعاً ما أما اليمن طبعاً المشكلة تقسيم اليمن إلى جنوب وشمال ثم مشكلة اليمن وتدخل إيران والحوثيين وغيرها من الأمور ودخول السعودية في الصراع هذه المسألة سوف نتكلم عليها عندما نتكلم في المحور السياسي واقتطاع طبعاً دول مثل الكويت لكي تكون دولة مستقلة والأردن وطبعاً قضية فلسطين الذي هي أيضاً مشكلة أخرى وكبيرة سوف نتكلم لماذا تم خلق إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط الذي هي بوليس الغرب في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني موجودة كبوليس يخدم الغرب مئة في المئة وهو الوحيد الذي تثق فيه إذن هذا هو المحور الاجتماعي شبته كيفاش أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم تقسيمها بطريقة أن لا تقوم لها قائمة رغم أنه نوعاً ما التقسيم يعني يقوم على الهوية نوعاً ما ولكن كان يعلم الغرب أن هناك نعارات مذهبية ودينية بين المذاهب السنية وبين المسيح والمسلمين وغيرها والذي ما زال له تأثير كبير في شعوب هذه المنطقة وهذا الذي أدى إلى أن هذه المنطقة لم تعرف الحرية ولم تعرف إلا حكومات عميلة وحكومات تخدم مصالح أجنبية وتجري وراء الغرب لكي ترضيه وليس تخدم في شعوبها وطبعاً لو كانت شعوبنا واعية وتعرف شنوها قاعد يوقع وكيفاش يلعبوا بيها رهي أسقطت هذه الحكومات وقامت حكومات وطنية تفكر في مصالح شعوبها ولكن تشوفوا أنتوما أن أي واحد ولو حتى يفكر قليل في مصلحة شعبه أو يقلل عمالته للغرب يتم إسقاطه كما شفته صدام والقذافي وصالح في اليمن وبن علي وحسني مبارك يعني هذا كمثل أي واحد يخرج عن طوع الغرب يتم تحريك الشعب بطريقة جاهلة سوى دينياً سوى عرقياً بأي طريقة أو حزبياً لإسقاطه وأتيان بحكومات عميلة أخرى وهذا الأمر يعرفوه كل السياسيين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لهذا هما يخافوا ويستمدوا القوة متاحهم من الغرب ومن الدول الغربية ولا يثقون في شعوبهم لأنهم يعرفوا شعوبهم جاهلة يمكن أن تلعب بهم كما تحب أي جهة أجنبية ولهذا أقول وأعيد الحل في يدنا أحنا كشعوب من لموش الغرب هي العبين ومن لموش الحكومات اللي تحكم فينا بالحديد والنار وليدخلوا فينا في ساعات مذهبية ودينية وعرقية وغيرها لازم أحنا نوعي شعوبنا ولهذا أعيد وأكرر يجب الشعوب تعرف تاريخها تعرف أصلها وطبعا كما قلت أن مسألة العروبة وتعريب هذه المناطق وجعلها عربية لكي لا تعرف العراق تاريخها وما تعرش مصر تاريخها وما تعرش سوريا تاريخها وما تعرش لبنان تاريخها وما تعرش شمال إفريقيا تاريخها فما كان إسرائيل وحدها هي لتعرف تاريخها إذن هذا هو ما يسمى بالمحور الاجتماعي اللي يعتمد عليه الغرب طبعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأنا ما نتكلمش أنا على مؤامرة وإنما هناك تطورات في الأحداث كما قلت إن الغرب الآن تغير هذا الذي بنوه الغربيين الأوائل لكي يحافظوا على أوروبا وليجعلوا أوروبا قوة موجودة الآن إذن الوضع يمكن أن يتغير في المستقبل وكان الشعوب متعنا توعة وتفهم الخطر وتفكر في مصلحتها وتنحي الصراعات متاحها بكل أديانها مسيحها مسلميها يهودها وبكل مذاهبها وبكل أجناسها وتعود لكل دولة هويتها وشخصيتها وتسقط هذه الحكومات العميلة أكيد إن مجتمعاتنا سوف تصبح دول مستقلة بالفعل وسوف يحترمها الغرب أما الآن فالغرب لا يمكن أن يحترمها فهو يلعب بها كما يحب نظن هذه الفكرة واضحة يزين المرة هذه عن هذه الفيديو والمرة الجاي نتكلم على بقية المحاور الثلاثة لباقية هي ما يسمى بالمحور السياسي والاقتصادي والأمني أو العسكري شكرا على التوزيع شكرا على المتابعة ومع فيديو قادم وبسلامة شكرا على المتابعة